يقال أن الخلافات حول اختيار مرشحي الحقائب الوزرية أمر طبيعي ودائما ما يحدث في كل عملية تشكيل حكومة جديدة لكن هذه المرة هناك من الواضح كما يقال اتفاق سياسي ودعم للإسراع في تشكيل الحكومة حتى أن وجدت بعض الخلافات بين الكتل أو مع رئيس الوزراء المكلف ولكن للتوضيح هل نتحدث عن إسراع أو تسرع في تشكيل الحكومة القادمة؟ والله أحسنتي أعتقد ليس إسراع وإنما هو تسرع لأنه اليوم تعرفين الوضع الاقتصادي أو وضع الموازنة أصبح في نهايتها يعني اليوم إحنا بعد شهرين ما نستطيع ندفع الرواتب واضح من تصريحات رئيس الوزراء السابق أنه هذه ما رح يتمكن بعد شهرين فاليوم الحكومة عليها أن تنجز أن تسرع موضوع تشكيل الحكومة لأنه إحنا اليوم الشهر العاشر يجب أن تنجز بعد ذلك ينتذهب إلى إداء اليمين والمصادقة من رئيس الجمهورية وبعد ذلك نكون إحنا في موضوع الموازنة وإعداد الموازنة والبرلمان والتصويت وعودتها وتصحيح يعني وقراءة وتصحيف وهذه تحتاج إلى وقت يعني حتى يتمكنون أنه من شهر الواحد أو نهاية شهر الاثناش أن يدفعوا الرواتب الموظفين قتلت الوفرة المالية ممكن تساعد رئيس الوزراء في عملها هذه لكن هذا وحدها بتكفي إذا ما كان هناك حوار مع كل القوة السياسية أن تذهب للإصلاحات ومحاربة الفساد وتكون هذه الحكومة حكومة كنا نتمنى أن تكون هذه حكومة تكنقراط حتى تكون ناس عمليين فنيين يستطيعون القيام بواجباتهم لكن واضح من الخلافات هناك خلافات يعني بين القوة السياسية وكلها على الوزارات وواضح من التقسيم اللي طرحته حضرتكم قبل قليل هو أنه هناك حكومة محاصصة وليست حكومة مثل ما يعني طلب سيد الشعاع السوداني أن تكون حكومة إنجاز وحكومة وحدة وطنية حكومة خدمات